مرحبا فيكن حبيب قلبي كيفكن؟ بتمنى تكونوا كلكن بألف خير انتو عم تشوفوا فيديو اليوم كتبولي تحت بالكومنتات انتو شو فطوركن لليوم؟ اليوم انا جاي عبيلي اعمل وصفة من الوصفات العراقية بسموها المطبك العراقي هاي دي الوصفة صراحة من زمان انا جاي عبيلي اعملها كل ما بشوفها بستحليها شكلها بشاهي فقالت خلاص ما بدا يعني اكتر من هيك اليوم بدي اعملها جهست المطبخ ما فيه ولا معلقة شاي بالمجلة هيدا الشي بخليني اتشجع فوت على المطبخ لما بيكون المطبخ نضيف المجلة نضيفة فبتشجع اني بفوتوا اعمل الوصفات يعني مش وصفة وحدي بعمل وصفة الرئيسية وبعمل التحلي وبعمل السلطة وانا متحمسة يعني ما بتلكك بالشغل فكنت مجاهزة على طاولة المطبخ اللحمة اليوم انا جاي عبيلي اعمل المطبك بلحمة الموزات لحمة غنم هلا فيه ناس بتعملها بالجيش فيه ناس بتعملها بالسمك او بعتقد بيشو حده سمك اكتبولي بالكومنتات انتوا عشو بتحبوا المطبك ويلا تنبلش بداية انا جبت عندي اكبر طنجرة هلا هي لا فيه عندي انا اكبر منها فيه عندي الاستلس اكبر منها بس هيدا يعني مشان الطبخات او الطبخات اليومية يعني انا بستعمل طنجرة الاستلس للكروش وللورق عنب بس هيدا من الطنجرة الكبيرة اللي عنديها بالجرانيت جهزت عندي اللحمة كمية اللحم يعني تقديريه انتوا حسب عائلتكن حسب عدد افراد العائلة عندكن فزيدوا لحمة قللوا لحمة هيدا الشي بيرجع لكم حطيت الماء على النار اول ما بلشت الماء بدا تغلي عم فارجيكم اللحمة لونا بشاهي هيدا لحمة موزات كتير حسيتا بتلبق لهيدا الوصفة بالتحديد اذا بتكن تعملوا كابسات بلحمة الغنم او دخلوا لحمة الغنم مع الرز نصيحة مني اختاروا الموزات موزات الغنم يعني بتصير عن جهة طعمتها مثل الفستق بالاكلة فانا كنت مغسل اللحمة طريتي انا بغسل اللحم تفرق 180 درجة عن غسل الدجاج اللحم بس بغسله تحت الحنفية وبس والدجاج بحطله زنجبيل بودرة بحطله شوي تطحين وبفرقونه وبشيلون عجنب بس اللحمة لأ بس بالماء فمن بعد ما حطيت اللحمة حطيت اللومة كترت لومة لانه اللومة عندي صغير كتير حبيته صغيري يعني اكبر من الحمص بالشويد حطيت ورق غار هدا الورق الغار انا مقطفته عقيدة من الضيعة من جنينتها لأم حسين الله يوجه للخير حطيت عودان قرفة وبصلي انا غسلتها طبعا سيحطيتها بقشرة بصم غسلتها القشرة بيعطي لون حلو للمرق وحطيت ثلاث تروس بطاطا صغار وكمان رح حط الفلفل الاسود الحبيبات يعني المطيبات اللي انتو متعودين تحطوها للمرق ان كان للدجاج او للحم انتو حطوها اذا بتحبوا تحطوا حبوب الهيل او الكبش قرنفول كمان حطو انا اكتفت بهول المطيبات هلا رح حط عندي مقلية عن نار تكون المقلية غميقة شوي لانه في كمية بصل محارزين هلا جين عالطريق حطيت شوية زات بالمقلية وجبت اكبر ثلاث بصلات شايفين حجمة بالنسبة لأيدي اخترت اكبر حجم بصل انا عندي قطعت البصل بشكل جوانح شرائح بهيدي الطريقة وبجرب فرفتهم بايدي هلا هني عالقالي رح يتفرفتوا ما رح ياخدوا وقت ابدا فيكن تحطوا تكتر كمية البصل فيكن تحطوا اربع عروس بصل اذا كان حجم روس البصل عندكن وسط حطوا اربع عروس عفكرة كتير بيلبقل البصل ما تستكتروا الكمية ابدا يعني كيف لما بنعمل نحن لمجدرة بنكتر لبصل انا لما بعمل لمجدرة يمكن بحط لها تقريبا لكبيت العدس بحط لها نص كيلو بصل فكتير بيلبقل نفس الشي هدا لمطبق العراقي حساتي كتير لبقلوا البصل المقلي فبعد ما قطعت كل البصل رح حطهم على الزات الزات بده يكون حامي طبعا مننتبه تما يطرتش علينا هلا هي ما حطرتش لانو كمية البصل هتغطي الزات الموجود بكعب المقلية بنازل كل كمية البصل اعملوا جهدكم بهذه المرحلة النار تكون خفيفة تما يطقش زيتة كتير قويت النار تحتها انا كنت مخففته هلا قويت النار وبتركهم يتقلوا بهذه الأسناء كانت اللحمة بلشت تطلع الرغوة عوش المرق بدي يشيله طبعا تما يعطي نكهة مش لطيفة بقلب المرق مع انو عفكرة قد ما تكونوا جايبين اللحمة بلدية وطوزة الا ما تطلع شوية رغوة فبهذه الأسناء كمان كانت اللحمة عم تستوي عندي والبصل كمان أخذ هيدا اللون الحلو هلأ رح نشوف شو بدنا نضيفة عليه هون أول شي بدنا نحط الكاري عفكرة هي الأكل ما تيخد كتير بهارات بهاراتها جدا محدودة وبحط عليه ملعق الطعام من الكوركوم وعندي هون اللومي بيسموها أهلنا بالعراق اللومي بصرة أنا طحنته طبعا هيدا المطحون هو كان عندي لومي أسود بس أنا حطيت حبة لومي لحتى الناس اللي ما بتعرف اللومي تتعرفوا أنا شو طحني بالتحديد وطبعا ملحنا اللومي ما تستغنوا عنه أبدا يعني أنا حطيت للبصل حطيت نصف ملعق الطعام كوركوم أو عصفر ملعق الطعام كاري أنا حطيت كاري حلو إذا بدكم فيكون تحطوا كاري حر واللومي تقريبا كمين ملعق الطعام وملحنا وعندي هون تقريبا كمشتين من الزبيب هيدا الزبيب الأشقر طعمته كتير طيبة طبعا أي نوع الزبيب أنتو بتحبوه فيكون تحطوا بس هيدا بالتحديد كتير بيلبق للكبسات أو لأي أكل فيها رازع بلكون تدخلوا مع الزبيب طبعا ما نغسلها أول شي إذا كان في عليها غبرة تانا تخلص من الغبرة يلي عليها مباشرة من بعد الغسيل بنزلها فوق البصل وبطف النار مباشرة ما بخلي النار بعد الشي علي بقلبهم كم تقليب مع بعضون اللي الزبيب هون لحاله رح ياخد من الحرارة حيرجع ينتفخ وياخد هالطعم السكر الطيب بحط مقلية تانية بحط فيها شوية زيت تقريبا قدر ثلاث ملاعق طعم عندي هون الشعيرية بنزل الشعيرية كمية الشعيرية بدأت تكون محرزة شوي يعني بنكتر شعيرية وكل ما كانت كمان عفكرة نوعية الشعيرية أحسن تعطيكم نتيجة أفضل فيه أنواع شعيرية من بعد ما نقليها ونحط عليها الماء إذا حطينا الماء بتنفش بطريقة يعني بتصير كتير سميكة وطعمتها ما بتكون يعني كتير طيبة بالأكل فنقو نوعية الشعيرية تكون رافعة تعطيكم نتيجة أفضل بكتير من أنواع تاني من الأشعيرية من بعد ما قلت الشعيرية بحط عليها ماء هلأ كمية الماء اللي أنا ضفته للشعيرية فينا نقول تقريبا كوب ونصف من الماء يعني الكوب هدا المجي اللي بنشرب فيه ناس كافة من بعد ما الشعيرية أخدت لون حطيت له بس ماء وأول ما بلعش يغلي بحط له الملح وبحرقه هلأ نظريا أنا بشوف إذا الشعيرية لسه ما استوت عندي ممكن أرجع ضيف عليها ربع كوب من الماء تأتأكد مظبوط أنه لشعيرية استوت تماما يا الله يعني بس بجرب الأكلات تاع غير بلدان إن كان الأكل الأردني أو الأكل الإيطالي أو الأكل العراقي أو المغربي شفتوا أنا هون حسيت لسه نقصه شوية ماء رجع الضفته شوية ماء يعني هي نظرية فبس بجرب أكلات غير بلدان بكتشف قديش عن جد في فرق بالثقافات يعني نحن طريقتنا بيتبخي الرز أنه منحط لشعيرية منحط الرز مبقشرة مفوقة وبينطبخوا مع بعضهم بلاحظ أنه أهلنا بالعراق ما بيتبخوا الرز بشعيرية مع بعضهم يعني بيعملوا الرز على جنب والشعيرية على جنب وطبعا هايدي الأكل بيلبقلة الرز البسمتي هلأ اللي ما بدوا يستعمل الرز البسمتي فيه يستعمل رز الكبسة بس الرز البسمتي بتياخدوا النكهة الحقيقية لهيد الوصفة هون ما بعرف الدولة بلاش يعمل هيك فطفيتوا مشان ما يدل يعطي هيد التموجات لنظر وغلي عيوني وكمية الرز كمان حسب عدد أفراد عائلتكن أنا حطيت 3 أكواب من الرز رز البسمتي ويا حبزة لو عندكن رز عنبر تضيفولوا هيك كم شي من رز العنبر يعني بتنقلوا لكم هالوصفة نقلة نوعية أحباقي العراقيين اللي عم يسمعوني هلأ كتبولي تحت بالكومنتات معي حق ولا ما معي حق رز العنبر نكهته غير 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 سبحان الله له ريحة كتير قوية ريحة كتير طيبة إذا اسمه عنبر فلكم أن تتخيلوا بغسل الرز بس مجرد إني غسلتوا ما بنقعوا هون السملة اللحمة يعني كانت غير شكل ريحتها كانت بتشق القلب نتل ما بيقولوا جبت عندي طنجرة نزلت فيها الرز مننزل كل كمية الرز عقولة مارت عمي حبة الرز عز بتنزل كل حبات الرز يا ليلى ما بتتركي ولا حبة نزلت كل كمية الرز طبعا إحنا عنا البصل صار جهز الشعيرية جهزة اللحمة فينا نقول تسعين بالمية استوى فبهايد المرحلة أنا بضيف الملح ما بضيف الملح قبل أبدا هي يعني ما في مش شكلة إذا ضيفتوا الملح قبل بس رح تطول معكم بالاستوي رح تاخد وقت كتير طويل فانطروا عليها تاستوي وحطوا الملح بعدين هلأ هون أنا تقديريا بعرف هيد الكبجة اللي عم بسكوب فيها المراق كل الثلاث كبجات بتعمل عندي كباية من الكبايات اللي عبيت فيها الرز فأنا حطيت ثلاث كبايات الرز رح تطلهم ست كبايات مراق هلأ ممكن حدا يقلي طب يا ليلى أنه أنا بحس أنه تطبخ الرز بالمية يمكن بيكون أخف أوكي أنت يعني فيكن تعملوا لأنتوا بتكون هي أنا لأنه المراق اللي عندي اللحم اللي جايبتها لحمة بلدية وطوزة وفراش وريحتها مع هالمطيبات كانت غير شكل فقالدي عانا خسارة فإذا طبخت فيها الرز حيطلع طعمة الرز كتير طيبة وفعلا طلع طعم الرز غير شكل طبخت الرز بالمراق مراق اللحم هيك بيكون الرز أخد كل الخواص تاع اللحم وهيك بنعرف أولادنا بس يكلوا وهيك أكلات يعني أخوصاً لولاد يلي بيكونوا بنقوا كتير وقت بدنا نطعميهن لحمة أو ما بيقبلوا يأكلوا لحم فهيك نحن بنتأكد أنه خواص اللحم أساساً صغير بالرز فيأكلوا رز لا يشبعوا وهون عم برجيكم الزعتر هيدا الزعتر أنا يعني برمضان ما بعرف ليش بتعلق فيه زيادة عن اللزوم بكل الإيام بحبوا بس برمضان لحظتوا أنتوا أنه أنا ماني يعني كل يوم فتوش أو كل يوم تبولي لا أنا ما عندي فرض ويجب يعني عادي أي نوع خضار ما عندي فيه أي مشكلة أبداً فأكتر شي بيعتمد على هيدا الزعتر بحبوا معا أني أفرم على البصل الأخضر وحامض وزيت زيتون وبس ملح وحامض وزيت زيتون فالحمد لله عنا هيدا الخضار ببلادنا متوفرة وأكتر شي بيوفروها بأيام رمضان إن كان سيف ولا شتي بلاحظ أنه متوجدي على مدار السنة الحمد لله هون تقريباً كل شي صار جاهز عندي بس بده يتطبق عن جدي اسمه مطبق يعني جاي من كلمة التطبيق أنه أنت بتجهزي كل شي وبعدين بتطبقي هون هون كنت عم بعمل المهلبية حست أنه إذا بدي أعمل هيك أكل هيك أكل يعتبر أكل أكل عزيم أكل هون رحت الكهرباء ما بيأسر ليلة بتظلم كاملة حتى لو رحت الكهرباء فحست أنه هيك أكل تقيل بده حلو خفيف يعني ما حبت أنه يكون الحلو كمان تقيل يكون في قطر ويكون في قلي لا قلت المهلبية تفي بالغرض الرز من بعد ما نشف ميته رح خفف النار تحته شمعة وأتركوا يتهدر على مهلو أوي يتهدى مثل ما بتقولوا طريتي أنا بالمهلبية إذا عبلكم تعارفوا كل كباية حليب سائل أنا لأنه ما كان عندي حليب سائل حطيت حليب بودرة فكل كباية موي بحط له ملعقتين طعام من حليب البودرة فكل كباية حليب سائل بحط له ملعقة طعام من النشا والسكر هو حسب الرغبة بس أنا بحط ملعقة طعام من السكر يعني كباية حليب ملعقة طعام نشا ملعقة طعام سكر والمطيبات لكم الاختيار ميزهر ميورد فانيليا متل ما بدكم هون كنت عم بسكوب السكب يلا يلا على السريع رح يقدن الأدين فسكبت جبت هيدا الفايركس المدور الكبير يعني كأنه منصف بيلبق له ينسكب فيه هيك طبق غير شكل حطيت الرز حطيت عليه البصل والزبيب نكهة اللومي يا جماعة ما تستغنوا عن اللومي اذا ما عندكم اللومي ما تعملوها لها الوصفة نصيحة مني امنوا عن اللومي بعدين اعملوا الانطبق العراقي وحطيت الشعيرية وفوق الشعيرية رجعت حطيت طبقة تانية من البصل البصل كتير بيلبق له هيك بتحسوا البصل من بعد ما يتقلع كأنه بيتكرمل واخصة معه زبيب بيعطي هيك هالخليط او هيدا الميكس بين الطعم الحلو والمالح بيعطي لزة لزة رهيبة وحطيت اللحم على الوش وزينتوا بقلوبات مقلية انا قلت كاجو فيكن تقلولوز سنوبري او سنوبر حسب المتوفر عندكم فيكن ما تحطوا قلوبات عم فرجيكن هون اللحم بس كانت نار نار فقدما فيني فوق الكفوف على فكرة هول الكفوف ما بيردوا الحرارة أبدا فصابيع كانت عم تحترقه هون لحمت الموزات كتير تلبق للمناسف حبيت زينا بشوية من شرائح الليمون اليوم ما عملنا الشوربة قلنا طالما فيه مرق فهاي دي كافيلي انا بتغني عن الشوربة اجملا انا بحب بستسهل بعمل شوربة ماجي بحط مكعبين مع شعيرية فبحسها خفيفة واذا اكلناها كل يوم ما منزهق منها حطيت تمر وزيانت وش المهلبية بهده سوس الشوكولالي بيجي جاهز هيك تزيين عشوائي عطوه شكل حلو وكتير كان طيب عفكرة كان حلو خفيف من بعد هالطبق الغير شكل وصحنين من صلط الزعتر مثل ما قلت لكم الزعتر يبين عمل مع البصل الاخضر اذا معدكم بصل الاخضر بصل يبس ما فيه من شكله ابدا وزيت زيتون وحومض عصير او عصير الحومض وملح وشبيت شرائح اناناس وبرتقال فبتمنى يكون عجبكم هالفيديو بلتقى معكم بفيديو جاي بإذن الله باي